قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الناقض الذي يمكن هو الأول من نوع وبعد تأخر استمرر ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا أريد أن نعرف ونبسط للناس ما هو الفرق بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بسم الله الرحمن الرحيم أولا الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هي مؤسسات تمويل دولية بيكون لها دور في مساعدة الدول المحتاجة إلى قروض أو محتاجة إلى إعادة وضع سياسات أو تعديل في السياسات القائمة بما يتماشى مع قدرة الدولة على سداد القرض زائد فوائده طبعا البنك الدولي مؤسسة مالية كبرى بتدعم الدول سواء كانت دول نامية أو حتى دول متقدمة بتحتاج إلى اقتراض صندوق النقد الدولي أيضا من الجهات المالية المنحة للقروض ولكن بيتم وضع سياسات أو اشتراطات بمعنى بتمنح الدول القرض ولكن بتحط لها رشدة رشدة للإصلاح الاقتصادي رشدة مثلا لتخفيض الدعم رشدة لإصلاحات هيكلية اقتصادية علشان تضمن سداد هذه الدول لالتزامتها اللي خدتها من هذه الجهات موسيقى